أهلاً أعزائي المشاهدين في قناة تحليل الشطرنج 64 نتكلم في هذا الفيديو عن أحد التكتيكات المهمة في لعبة الشطرنج وهو تكتيك قطع الاتصال ماذا نعني بهذا التكتيك؟ حسناً يحدث هذا التكتيك عندما تكون قطعة من قطعة الفريق المهاجم تهدد قطعة من قطعة الفريق المدافع وتكون قطعة أخرى من قطعة الفريق المهاجم في قطعة الاتصال بين هذه القطعة المهددة وأخرى تحميها وتنقطع عنها الحماية وعندما تقطع الحماية فإنها في نفس الوقت تهدد قطعة أخرى من قطعة الفريق المدافع غير محمية فيصبح عندنا قطعتين من قطعة الفريق المدافع غير محمية وبذلك يخسر الفريق المدافع إحدى القطعتين وقد تكون إحدى القطعتين مهددة هي الملك فيضطر الملك أن يتحرك ويأكل فريق المهاجم من القطعة الأخرى وسنشرح في هذا الفيديو عشرة أمثلة لهذا التكتيك نبدأ بالمثال الأول نلاحظ أنه الآن دور الفريق الأبيض ونلاحظ أيضا أن الوزير الأسود يحمي القلعة السوداء ويتحرك الفريق الأبيض يحرك الفيل إلى هذا المربع ويصبح لدينا كش ملك القلعة وتنقطع الحماية ما بين الوزير الأسود والقلعة فتصبح القلعة السوداء غير محمية ومن ثم أي حركة يحركها الفريق الأسود تنتهي بخسارة القلعة ومثلا يتحرك الملك إلى هذا المربع ومن ثم يأكل الوزير القلعة ويتقدم بذلك بخمس نقاط تنتقل المثال الثاني نلاحظ أنه الآن دور الفريق الأبيض ونلاحظ أيضا أن القلعة السوداء تحمي الوزير الأسود يتحرك الفريق الأبيض يتحرك الحصام بهذا الشكل وتنكشف قطعة الفريق الأبيض الفيل على الملك وتنقطع أيضا حماية القلعة للوزير الأسود ويجب على الملك التحرك يتحرك بهذا الشكل ومن ثم يأكل الوزير الأبيض الوزير الأسود ويتقدم على الفريق الأسود بتسع نقاط ننتقل المثال الثالث نلاحظ أن قلعة الفريق الأسود تحمي الفيل الأسود والآن دور الفريق الأبيض ويحرك الجندي إلى هذا المربع ومن ثم ينكشف الفيل على الحصان وغير محمي وبذلك يصبح هناك تهديدين التهديد الآخر من القلعة للفيل الأسود ولا يمكن أن ينقذ القطعتين في وقت واحد فيحرك أي قطعة أو جندي مثلا بهذا الشكل ومن ثم يأكل الفيل الأبيض الحصان ومن ثم ينقذ الفيل بهذه الحركة ويتقدم بذلك الفريق الأبيض بثلاث نقاط ننتقل المثال الرابع نلاحظ أن قلعة الفريق الأسود تحمي الحصان الأسود والآن دور الفريق الأبيض يحرك الحصان إلى هذا المربع فيقطع الاقتصاد ما بين القلعة والحصان وينكشف الوزير على الحصان المهدد الآن وغير محمي وأيضا تنكشف القلعة على الوزير فيصبح هناك تهديدين فيجب أن يحرك القطعة الأغلى ثمنا فيحرك الوزير إلى هذا المربع مثلا ومن ثم يأكل الوزير الأبيض الحصان ويتقدم بثلاث نقاط على الفريق الأسود ننتقل الآن المثال الخامس نلاحظ أن الوزير الأسود يحمي القلعة السوداء والآن دور الفريق الأبيض يحرك الجندي إلى هذا المربع ويهدد الحصان بهذا الشكل وأيضا الوزير يهدد القلعة السوداء الغير محمية ومن ثم يبعد الفريق الأسود القلعة للخطر لأنها الأغلى ثمنا فيحركها إلى هذا المربع لحماية الحصان يأكل الجندي الأبيض الحصان ومن ثم يأكل الفريق الأسود بالقلعة الجندي ويتقدم بذلك الفريق الأبيض في نقطتين على الفريق الأسود ننتقل الآن المثال السادس نلاحظ أن الوزير الأسود يحمي القلعة السوداء والآن دور الفريق الأبيض يحرك الحصان إلى هذا المربع فيقطع الاتصال ما بين الوزير الأسود والقلعة السوداء ويصبح بذلك القلعة مهددة من قبل الوزير الأبيض ويهدد الحصان الأبيض القلعة السوداء الأخرى ولا يوجد طريق الإنقاذ القلعتين في وقت واحد فيتحرك الفريق الأسود يحرك الفيل مثلا ومن ثم يأكل الحصان القلعة ويتقدم بخمس نقاط على الفريق الأسود ننتقل المثال السابع نلاحظ أن القلعة السوداء تحمي الحصان الأسود والآن دور الفريق الأبيض يحرك الفيل إلى هذا المربع فيقطع الاتصال بين القلعة والحصان وهو محمي أيضا بالحصان الأبيض ويصبح الآن هناك تهديدين تهديد الأول الفيل للحصان الأسود الغير محمي والتهديد الثاني بالقلعة للفيل الأسود الغير محمي ولا يوجد حركة لإنقاذ القطعتين في وقت واحد فيقرر الفريق الأسود مثلا أن يأكل الفيل ومن ثم يأكل الجندي القلعة ويتقدم بذلك بنقطتين على الفريق الأسود ننتقل المثال الثامن نلاحظ أن القلعة السوداء تحمي الفيل الأسود والآن دور الفريق الأبيض يحرك الفيل إلى هذا المربع فيقطع الاتصال بين القلعة السوداء والفيل الأسود وأيضاً يهدد الفيل الأبيض القلعة السوداء الغير محمية ومن ثم لا يوجد طريقة لإنقاذ كلا القطعتين فيحرك القطعة الأغلى ثمناً ومن ثم يأكل الفريق الأبيض بالقلعة البيضاء هذا الفيل الأسود ويتقدم بثلاث نقاط ننتقل المثال التاسع نلاحظ أن القلعة السوداء تحمي الفيل الأسود والآن دور الفريق الأبيض يحرك الحصان إلى هذا المربع فيقطع الاتصال بين القلعة السوداء والفيل الأسود ويصبح الآن هناك تهديدين للفريق الأسود الأولى بالحصان للقلعة السوداء الغير محمية والثاني بالقلعة البيضاء للفيل الأسود الغير محمي ولا يمكن تجنب التهديدين كليهما في وقت واحد ومن ثم أفضل حركة أن يأكل الفريق الأسود بالقلعة الحصان ومن ثم يأكل الفيل الأبيض بالقلعة ويبتعد الفيل الأسود عن خطر القلعة البيضاء ومن ثم يصبح الفريق الأبيض متقدم بنقطتين على الفريق الأسود ننتقل المثال العاشر والأخير نلاحظ أن القلعة السوداء تحمي الحصان الأسود والآن دور الفريق الأبيض يحرك الحصان إلى هذا المربع فيصبح هناك تهديدين تهديد بالحصان للفيل الأسود الغير محمي وتهديد بالفيل الأبيض للحصان الأسود الغير محمي وأفضل حركة أن يأكل الفريق الأسود بالحصان الجندي ومن ثم يأكل الفريق الأبيض بالجندي بهذا الشكل فيصبح الفريق الأبيض متقدم بنقطتين ويبتعد بعد ذلك الفيل الأسود عن خطر تهديد الحصان ويصبح بذلك الفريق الأبيض متقدم بنقطتين على الفريق الأسود حاولوا أن تدربوا أنفسكم على اكتشاف هذا التكتيك إذا كان موجود في ألعابكم وأذكر بأن هذا الفيديو للمبتدئين وسنتكلم في حلقات قادمة لمستويات أكثر صعوبة بإذن الله أتمنى أن يكون قد أعجبكم المقطع ولا تنسون شير وسبسكرايب ولايك وتفعيل جرس التنبيهات وأراكم في حلقة قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر